السلام عليكم يا عرب العالم الفتحية لكل متتبعي قناة معلم اللغة الفرنسية ومع تتمت سلسلة دروس الصرف اليوم إن شاء الله سوف نرى الماضي الناقص الماضي الناقص الدلالي لديه عدة استعمالات سنراها مع الأمثلة مع الشرح ماذا يعني هذا إذا أردنا التعبير عن شيء عن شيء في مدة زمنية لكن مرة في الماضي مثلا أعطيكم المثال كيتفهموا الماضي سقط والبرد اشتد يعني أنه نتكلم المطر سقط يعني في فترة من الزمان سقط المطر هنا نتكلم عن هذا ما يقصد به كنت تقوم به كعادة في الماضي نستعمل الماضي الناقص مثال تولي جور ماري و بول كوري دون لبارك تولي جور يوميا ماري و بول كنا يجريان في الحديقة أو في المتنزة يعني عادة كان يقوماني بها في الماضي إذا أردنا التعبير عن عادة في الماضي نستعمل كذلك الماضي الناقص لنبارك يسرعه 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 يعني يسرعه يسرعه وصف أحضرت من الزمان مثال كم الماضي كم المريضة كم المنزة إذا أردنا قيام بوصفة وصف منظر طبيعي أو أي شيء في الماضي دائما pour décrire quelque chose يعني وصف أي شيء من الماضي أو شرح أي شيء من الماضي نستعمل أحسن زمن لفعل هذا أحسن زمن هو الماضي الناقص Il sert a raconter des faits du passé يعني يصلح لرواية أحداث من الماضي إذا أردنا أن نقول حكايات حكايات من الماضي جميع الحكايات من الماضي أو التاريخ إذا أردنا سردها نقوم باستعمال أحسن زمن هو استعمال الماضي الناقص مثال على هذا César revenait victorieux la foule la clame Rome hurlait son triomphe هنا نتكلم عن قصة César ورجوعه إلى روما وكيف كانوا يحتفون به هذه قصة رواية من التاريخ دائما إذا أردنا الكلام عن رواية من التاريخ أو قصة أو أي شيء من التاريخ نستعمل الماضي الناقص الماضي الناقص الناقص يتحدث تحدث un fait passé qui vient tout juste d'arriver مثال nous arrivions nous arrivions à peine يعني أتينا مدة قصيرة tout secroulé كل شيء هدم secroulé يعني هدم نستعمل الماضي الناقص كذلك l'exprime un fait éventuel ou égreal يعني يعبر عن شيء غير حقيقي إذا أردت التعبير عن شيء من الماضي وغير حقيقي نستعمل الماضي الناقص مثال si jete à sa place je n'agirai pas ainsi يعني إذا كنتوا في مكانه لن أتصرف بهذه الطريقة éventuel ou égreal يعني أنه في هذه الحالة أنت لن تكون مكان شخص أي شخص ما في أي وقت كل شخص له يحكم في أفعال أو في تصرفاته هنا فقط للتمثيل لذا نقول شيء un fait éventuel ou égreal يعني شيء غير حقيقي أو فقط مجازي si jete à sa place هذا استعمل l'imparfait الماضي الناقص les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif sont AES AES AIT IONS IEZ AIENT دائما النهاية هي نفسها لجميع الأفعال سواء l'auxiliaire avoir أو être أو أفعال المجموعة الأولى أو التانية أو التالية النهاية هي دائما لا تتغير نفس النهاية ما يتغير هو الجزء الأول من الفعل لأننا دائما نحضف نحضف النهايات ونضيف نهاية الزمن مثلا كما كنا نتكلم عن أفعال المجموعة الأولى نحضف ER ونضيف مثلا هنا أعطيتكم بداية أفوغ وأتر لأنهم من أهم الأفعال في اللغة الفرنسية ضروري من الإنسان يعني تعلم أفوغ وأتر في الماضي الناقص الان نبدأوا بأفوغ الآن سوف نرى أمثلة للثلاث أفعال للمجموعة الثلاث M فعل من المجموعة الأولى finir من المجموعة الثانية وprendre من المجموعة الثالثة كما قلت لكم النهايات لا تتغير دائما ما يتغير هو الجزء أول من الفعل مثلا لن يتغير سوف نحذف فقط وتبقى نضيف نحذف ونضيف بالنسبة الأفعال المجموعة الثانية نقوم بإضافة 2S هذا هو التغيير نقوم بحدث مثلا finir نحذف R ونضيف مرتين الحرف S بعد ذلك نضيف نهاية الماضي الناقص التي هي AIS je finissai لن نقول je finis كما هو العادي يعني نحذف فقط AIS ونضع AIS لا نحذف فقط R ونضع بدلها S مرتين ثم النهاية AIS je finissai tu finissai il finissai el finissai nous finissions vous finissiez il finissai el finissai وبينسبال أفعال المجموعة الثالثة كما تعرفون دائما أفعال المجموعة الثالثة ليس لها قواعد مضبوطة مثلا لنهار prendre je prenez نحذف D E R كلها ونضع AIS حضفنا النهاية D E R E ما عليكم سوى حفظها فقط لكي تقوموا بضبط جميع النهايات وجميع الأفعال في الماضي الناقص هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر إشعارات ليصلكم كل جديد ومشاركة رابط الفيديو مع أصدقائكم لتعموا الفائدة على أمل لقاء بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء